السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات سأتحدث اليوم عن عشبة حليب الشوك أو شوك الجمال وفي بعض الدول العربية اسمها الحرشوف البري أوراق هذه العشبة لونها أخضر وعليها أشواك وعلى الأوراق يوجد خطوط بيضاء والزهرة لونها بنفسجي أو ليلكي هذه العشبة هي أفضل وأقوى عشبة في العالم للمساعدة في علاج أمراض ومشاكل الكبد ودهون الكبد وتليف أو تشمع الكبد وأيضا التهابات الكبد المادة الفعالة في هذه العشبة تسمى السيل مارين وهي موجودة في الصيدليات على شكل مكمل غذائي وهي نفسها حليب الشوك والجرعة 150 ميلي جرام في اليوم عشبة حليب الشوك استخدمها القدماء لعلاج لضغات الأفاعي وأيضا لعلاج اليرقان وأمراض الكبد والمادة الفعالة السيل مارين الموجودة بحليب الشوك هذه المادة فعاليتها قصيرة لذلك يعطى حليب الشوك على جرعات متكررة خلال فترة النهر طيب ما هي فوائد السيل مارين الموجودة في حليب الشوك أو شوك الجمل؟ أولا يقلل ويحد من سمية الكبد والكدى والتي يمكن أن تكون ناتجة عن تسمم دوائي مثل التسمم بدواء الباراستامول وأيضا التسمم بالكحول وكذلك التسمم بالفطر وغير ذلك لذلك ينصح بعشبة حليب الشوك لجميع الأشخاص الذين يتناولون الأدوية لحماية الكبد من أضرار وسموم الدواء وعشبة حليب الشوك تلعب دور أساسي في حماية خلايا الكبد وتجديد خلاياه وأيضا في حماية الكلية ثانيا عشبة حليب الشوك مفيدة في حالات إدمان الكحول فالكحول بجميع أنواعه له آثار سمية على الكبد لذلك السيل مارين الموجود بحليب الشوك يلعب دور أساسي في إطالة عمر الكبد وحمايته من السموم ثالثا حليب الشوك أيضا له دور هام جدا في منع تليف الكبد وفي علاج حالات التهاب الكبد وتشحم الكبد رابعا حليب الشوك مفيد جدا لآلام المرارة بعد تناول الدهون فهو يحسن من إفراز الصفراء وأيضا مفيد في علاج التهاب المرارة وحصوات المرارة خامسا حليب الشوك يلعب دور هام في التقليل والتخفيف من مقاومة الإنسولين ومن مرحلة ما قبل السكري كما أنه يقلل مستوى الإنسولين في الجسم لذلك هو مفيد جدا لمريض السكري ومريض مقاومة الإنسولين ومريض دهون الكبد سادسا حليب الشوك يلعب دور في تقليل الكوليسترول الضار LDL سابعا حليب الشوك يلعب دور هام في علاج تضخم البروستات عند الرجال ثامنا حليب الشوك يلعب دور هام في تحسين حالة الدوالي الوريدية تاسعا حليب الشوك يزيد من إدرار الحليب عند الأم المرضع عاشرا حليب الشوك مفيد في تأخير ظهور الثانيات والتجاعد في الوجه والجلد ويؤخر الشيخوخة ويحسن نظارة الوجه إذا عاش حليب الشوك يقلل من فرصة وخطورة الإصابة بالسرطانات ويلعب دور هام في التخلص من السمية الناتجة عن تعرض المريض لعلاج كيميائي لذلك المريض الذي يتلقى علاج كيميائي ينصح أيضا بأخذ عشبة حليب الشوك 12- وجد أيضا أن حليب الشوك مفيد في علاج عدد كبير من حالات الاكتئاب وخاصة الاكتئاب الموسمي ينصح بحليب الشوك للجميع للمرضى وأيضا للأصحاء فهو علاج طبيعي وفعال وليس له تأثيرات جانبية لكنه لا يغني عن علاج الكبد بحمية غذائية خاصة ومكملات غذائية وذكرت ذلك في الفيديوهات الخاصة بصحة الكبد كما أن تناول حليب الشوك لا يعني أن المريض يمكنه عندما يتناول العشبة أن يتناول كل ما يشتهي من حلويات وكربوهايدريت وزيوت قلي بالتأكيد لا يجب أن يلتزم بخطة العلاج وتوجيهات الطبيب وبنفس الوقت تناول العشبة للأسف المريض يعلم بأنه مصاب بمشكلة كبدية في مرحلة متأخرة لذلك سأخبركم الآن بأهم علامة تشير إلى أن الكبد بدأ بالتشحم وهي علامة يجب الانتباه لها والتركيز عليها بشكل جيد وهي بروز البطن والكرش هذا البطن يشير إلى بدء تكون دهون على الكبد وهذه الدهون تتوضع في محيط خلايا الكبد وبعدها تحيط بالكبد ذاته ثم تبدأ الدهون بالتكون داخل البطن حول الأعضاء هنا تأتي الفائدة الكبرى لعشبة حليب الشوك أو شوك الجمل التي تشكل العلاج الأقوى والأكثر نفعا للكبد والمادة الفعالة داخل حليب الشوك وهي السلمارين لها تأثيرات مذهلة والسلمارين والفائدة الكبرى موجودة في البذور بذور عشبة حليب الشوك والعشبة موجودة في الطبيعة ومنتشرة في كل مكان تقريبا وأفضل وقت لقطافها والاستفادة منها عندما يتحول لون الزهرة من اللون البنفسجي إلى اللون الأبيض يمكن وقتها قص الجزء العلوي منها وهي بيضاء اللون وحجمها صغير وتكون البذور في داخلها يتم هزها داخل كيس للحصول على البذور وطحنها بعد ذلك هذه البذور يتم إضافة ملعقة كبيرة منها إلى الطعام وبشكل خاص يمكن استخدامها بعد الطحن بإضافتها للسلطات بذور حليب الشوك المطحونة رائعة جدا وتحمي الجسم بشكل عام والكبد بشكل خاص من السموم وتقلل من دهون الكبد وتعمل على تجديد خلايا الكبد كما أن عشبة حليب الشوك مفيدة لمريض السكري ومريض مقاومة الإنسولين فهي تساعد في ضبط مستوى سكر الدم من خلال خفض مستوى الإنسولين وخفض مستوى السكر في الدم وبالتالي لها دور هام جدا في علاج مقاومة الإنسولين وعلاج السكري وبالتأكيد مع التركيز على اتباع نظام تغذية ونظام حياة صحيين متوازنين بعيدا عن الكحول والتدخين والسهر والضغط النفسي بعض الأشخاص في حال ملامستهم للعشبة يصابون بحساسية وحكة شديدة هؤلاء يفضل أن يحصلوا عليها كمكمل غذائي من الصيدليات وبعض الأشخاص بشكل نادر يصابون بحكة بعد تناولها وهؤلاء يجب أن يتوقفوا عن تناولها السيدات اللواتي يعانينا من سرطان ثدي يجب أن لا يتناولنا هذه العشبة عدد كبير جدا من الناس يسألون دائما عن عشبة تساعد في علاج الكبد دهون الكبد، تشحم الكبد، تليف الكبد، ارتفاع بأنزيمات الكبد، مشكلة في المرارة أو حصوات في المرارة إذن عشبة حليب الشوك هي أفضل وأقوى عشبة على وجه الأرض للمساعدة في علاج أمراض ومشاكل الكبد وما لا يعلمه كثيرون هو أن دهون الكبد وتشحم الكبد شائعة جدا ليس فقط عند الكبار إنما عند الأطفال وأن كل عشر أطفال بينهم طفل واحد مصاب بالكبد الدهني وتشحم الكبد وقسم من هؤلاء الأطفال المصابين تتطور الإصابة لديهم للأسف بشكل خطير نحو تليف الكبد حيث لا علاج لذلك يجب الانتباه إلى تغذية الطفل والعمل على تطبيق نظام تغذية صحي واستشارة الطبيب في حال طهور علامات بداني عند الطفل وبنفس الوقت فهذه العشبة مفيدة في هذه الحالة أخيرا أرجو أن يكون الموضوع مفيد للجميع الرحمة والمغفرة لروح أمي الحبيبة الغالية أم نوار التواصل معي عبر واتس أب فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى ذهبي أحمر فيه واتس أب هذه هي الطريقة الوحيدة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجة بالفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر